اعتمدت هيئة مجلس البحث العلمي الوثيقة النهائية للبرنامج البحثي الاستراتيجي حول ظاهرة تكاثر الطحالب الضراء الماد الأحمر بالسلطنة وذلك ضمن برنامج المناح البحثية الاستراتيجية كما ناقش أعضاء الهيئة مقترح إنشاء منصة إلكترونية للبيانات المفتوحة بهدف الاستفادة من البيانات الضخمة التي يجمعها الباحثون في دفع عجلة البحث العلمي والابتكار وتشجيع المشاريع الابداعية لدى الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ترأس الاجتماع صاحب السموة سيد شهاب بن طارق السعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي